بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتعد مع بعض الجزء الرابع من الفصل الأول لمكرر النظم بالمعالج الدقيق في الجزء ده جماعة هنتكلم إن شاء الله عن الاركتكشر الهيكل العام للميكرو بروسسور بيزد سيستم طيب نشوف مع بعض كده ميكرو بروسسور بيزد سيستم ده الاركتكشر للهيكل العام يا جماعة قدامك إيه الهيكل العام بيتكلم عن إيه كيف يتم الربط ما بين المعالج ومبين المكونين الأساسين التانين للحاسب اللي هما مين فاكرين؟ أيوة صح الميموري ومين؟ ووحدات الادخاد والإخراج الانبود أو بوت اللي احنا متكلمنا عنهم الجزء اللي فات تمام طيب ازاي يتم الربط ما بينهم؟ كيفية التعامل ما بينهم؟ بنقول يا جماعة فيه تعامل رئيسي أساسي ما بين المعالج وما بين الميموري والانبود أو بوت وعلى فكرة دايما في عالم الحاسب الآلي بنقول إنه دوله التلاتة الأساسيين التلاتة المهمين اللي هم المعالج المايكرو بروسسور والميموري والإنبود أوت طيب نشوفهم مع بعض في الشكل بنقول عندنا المايكرو بروسسور يونت قدامك اللي هي الام بيو تمام يتم بها الرابط للميموري اللي هي ممكن تكون الميموري عندنا ممكن تكون روم أو رام ريد رايت يتم الرابط بها بالميموري ويتم الرابط برضو بالإنبود أو بوت ديفايسز أجهزة الإدخال والإخراج عن طريق ما يسمى بقى جماعة بالسيستم بص أو مسارات النظام واضح إن السيستم بص دوت من الممكن أن يكون في عدد من الاتجاهات يعنيwort يعني ممكن ياخد داتا منين من المعالج يودى على من الجاهات ذات المعالج يأخد من الجاهات يودى على المععالج Or يودى على المعالج عند من الجاهات عند الجاهات إろا لأivas bn روح للمعالج أُو أي يتم نقل البيانات مباشرة ما بين 태도 من الجاهات من الجاهات ، معا جماعة إذا نقل مستمر للبيانات نقل مستمر للداتا ويتم الربط ما بينهم عن طريق ما يسمى بيني يا جماعة بالسيستم بس تمام تمام إذن الشكل بيقولي نحن عندنا Input و Output Devices طيب بس ميديك أمثلة قالك ال Input Burst ممكن with Switches بالمفاتيح وال Output Burst with LEDs بالإضاءات بالمفاتيح الإضاءة بس خلي بالكوا بقى ده مش شرط إن دايما يكون ال Input بالسويتش ومش شرط إن يكون دايما ال Output بال LEDs ممكن إحنا خدنا أنواع كتيرة من ال Input وخدنا أنواع متعددة من ال Input ده مجرد مثال لكيفية الربط ما بين المعالج وبين الممري وبين ال Input Output السلام عليكم ورحمة الله وبركاته